أمين هل إفنا هرى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نفس عليك وحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل مين من الغافلين إذ قال يوسف لأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كركبا إني رأيت أحد عشر كركبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصصوا إياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان الإنسان يعدرهم مبين وكذلك يجتبينك ربك ويعلمك من تأويل الأحادي ويتم نعمته عليك وعلا وعلا أن يأخذك كما أتمها وعلا أبريك من قبل إبراهيم وإسحاق إن أبتك عليهم حكيم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الله سبحانه الرحيم مالك يوم الدين إياك نأبدو وإياك نستعين يبدأ الصراط المستقيم سراط الذين علمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد كان في يوسف وإخوته آيات لسائرين إذ قالوا ليوسف وأبوه أحب إذا أبينا منا ونحن عصبة إنا بعنا لفي ضلال مبين أكتنوا يوسف أو اطرحوه أرضا يأل لكم وجو أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتفقهم بحر السيعة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنا صحون أرسله معنا ولا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليهذرني أن تذهبوا به وأخاف عني يبقوا له الذئب وأنتم عنه غافرون قالوا لإنك له الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قالوا لإن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يدعوه في غيابة الجب وأوحينا ونحن عصبة إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يتقون الله أكبر الحمد لله ربي وعلمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين في الشراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم ويري المغضوب عليهم وردى 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 آمين وجاءوا أباهم عشارا أن يبكرون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وترفنا يوسف عيد متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبا جميل والله مزدعا على ما تصفهم وجاءت سيئات فأرسلوا وارده فأدل هذا الوهر قال يا نشرى هذا أولا وأسرموه بضواه والله عليم بما يعملون والله عليم بما يعملون وشأوا بسمن بخص دراهم معقدة وكانوا فيه من الزاهبين وقال الذي اشتغى من مصر رهته أكرمي مكواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في النب ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمنه ولكن نكسر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المخسنين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الله معنى الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم وللمغضوب عليهم رباهين آمين ورودته التي هو في بيتها عن نفسه وعلقت الضواب وقالت حيتك قال ما عدى الله إنه ربي أحسن مثوعي إنه لا يفلح الرائمون ولقد همت به وهم بها لولا أرأى بوها لربه كذلك لنصرف عنه السوء والفرشاء إنه من عباد المقلصين واستبق الباب وقدت قميصا من دبر وألف يا سيد هذا الباب قالت ما جزاء من أراد بيهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قالت ما جزاء من أراد بيهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فصدقت فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدك إن كيدك نظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر إذا بك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة عزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لن أرها في ظلام مبين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اخذنا الصراط المثقين صراط الذين عنات عليهم وير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين فلما سمعت بمدرهم أرسلت إليهم وأعتدت لهم متكأا وآتت كل واحدة منهم سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهم وقلنا خاشا لله وقلنا خاشا لله إذا عنا هذا دشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد رأوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليستدن وليكون من الصابرين قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهم وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السمير والعليم ثم أبدى لهم من رباب ما رأوا الآيات لا يسهم منه حتى أخير ودخل معه السجن فتيعا قال أحدهما إني أراني أحسن خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خوزا تكن الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعال ترزقانه إلا نبئتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالذال وكموا بالآخرة أم كافرون الله أكبر الله أكبر آمين آمين واتبعت من تاباني إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان ما أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن نكسر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أعباب متترقون خير من الله واحد وقهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم آباؤكم ما حنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن نكسر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه قمر وأما الآقل فيصله فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتي عنه وقال للذي ظن أنه ناج منه ملكوني عيد ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بقعة سنين وقال الملك أني أرى سبع بقرات زمان يكدهن سبع عداف والسبع صنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملو أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبون قالوا أطراف أحلامه وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما ودكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق واختناف من سبع بقرات زمان يكدهن سبع عداف وسبع صنبلات خضر وأخر يابسات العلمي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سمين دعبا فما حصدتم فدعوه في سنبله فدعوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداب يأكل ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عاموا فيه يغاث الناس وفيه يعصنون وقال الملك اتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بالنسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن ربيب قال ما خطبكم إذ راودتم يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علينا عليه من سوء قالت امرأة عزيز الآن حصحص الخط أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم عني لم أكن بالغيب وأن الله لا يهدي كيل القرون اللهم أكبر اللهم أكبر الحمد لله رب العالمين أرواح معنى أرواحين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين نعت عليهم غير المغضور عليهم ولا الضالين حمد لله رب العالمين وما أبرع نفسي إن النفس لأم نارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رخيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نبيل قال جعلني على خطاء الأرض إني حفيظ ماليم فكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر العاخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم ممكنون ولما جهزهم بجهازهم قالتوني بأخلكم من أبيكم ألا ترون عني موسيقين وأنا خير مزيقين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عيندي ولا تقربون قالوا سنوارد عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتينه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا وقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا منع منا الكين فارسل معنا أخانا فارسل معنا أخانا نكسا وإنا له لحافظون الله نتبعون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم ويرلم أرضو بعليهم من الضالين آمين قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعة أردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موسفا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موسفه قال الله على عمانكم وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متسدقة وما أرمي عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسه أقوب قطالا وإن له لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أقاه قال إني أنا أخوك فلا جب جرس بما كانوا يعملون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك لعبد وإياك نستعين لنصراط المفتقين سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلما جهزهم بجهازهم جعل السخاية في رحل أخيه ثم أزن مؤزن أية هلعيء إنكم لسالحون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صوار الملك ولمن جاء به قالوا نفقد صوار الملك ولمن جاء به حم بعير وعلى به زعيم قالوا جالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سالحين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بعوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها منه وعاء أخيه كذلك كذنى ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين ملك إلا إن شاء الله نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي المنالين قالوا إن يسلق فقد سرق أخله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبذها لهم قال أنتم شط مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياكنا عبد وإياك نستعين ادنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم خير المعضوب عليهم رب العالمين آمين قال ما عز الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عيده إن عيدا لظالمون فلما استيئسوا منه فرصوا نديا قال كبيرهم لم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موسقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحلم الله لي وهو خير الحاكمين يرجع إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن بلك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي قبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميع عسى الله أن يتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف ربيضت عيناه من الحزم فهو كظيم قالوا تالله تفتع تركه يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بسري وخذني إلى الله قال إنما أشكو بسري وخذني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم الشراط الذين أنعمت عليهم خير المعطوب عليهم والضائم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأبيه ولا تيئسوا من روح الله إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجبنا ببضاعة مسجاة فأوفلنا الكيل فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي أنك صدقي قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأبيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أبي قد من الله علينا إنهم من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أدر المخسنين قالوا تالله لقد آسرك الله علينا وإن كنا لفاقين قال لا تسريب عليكم اليوم قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذ هبوا بقريصي هعدا فألقوه على وجه أبي ارتبصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العين قال قال أبو مني لأجل ريح يوسف لولا أنت فاندون قالوا تالله إنك نفي ضلالك القدرين اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أدنا الصراق المثقين سراطا يبين أنعمت عليهم غير المغضوب عرضهم والظالمين فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فمتد بصيرا قال ألم أكن لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه يبويه وقال دخلوا مصر وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويني على الأرش وقالوا لهم سجدا وقال يا أبتي هذا تأويلوا إياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من عباد أن نذر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي نظيف لما يشاء إنه هو الغفور الرحيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تويل الأحاديث فاعطر السماوات والأرض أن توليي في الدنيا والآخرة إن توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنبار الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يبقون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين إن عمت عليهم ويري المغضوب عليهم رب العالمين آمين وما تسألهم عليه من أجل إنه إلا ذكر للغالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عندها معرضون وما يؤمن وانثرهم بالله إلا وهم مسركون أفأمنوا أن تأتيهم أن تأتيهم واشية من عطاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعون الله أكبر الحمد لله رب العالمين أرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم وإلى المغضوب عليهم والطالين أفأمنوا أن تأتيهم واشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أن نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في اللغل فيعظوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدان الآخرة خير من الذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاء المصرنا فنجي من نشاء ولا يرد مكسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لهم الألباب وكان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتخصيل كل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله يكبر الله يكبر اشتركوا في القناة